زخم مراجعات المواطنين لمصرفي الرافدين والرشيد غير مسبوق والسبب طلب قرض الحصول على وحدة سكنية في بسماية كثافة الطلبات تأتي بعد توجيه الحكومة بتخفيض أسعار الشقق السكنية الزخم دفع هيئة الاستثمار الوطنية للإسراع بإنجاز الوحدات المتفقي على إنجازها ضمن الاتفاق المبرم مع شركة هنوى الكورية بما أنه أكو طلب جدا قوي على الشقق المتبقية هاي راح تأهلنا أنه يكون عدنا موارد في هالمشروع للمضي قدما في مراحل ما بعد 35 ألف شقق المتاحة حاليا فإحنا راح تتوفر عدنا هسا المبالغ للتعاقد بشأن المراحل المستقبلية للمشروع البيع المستقبلي هسا اللي دا نسويه راح يسوي أزمة في المدخل فبدأوا العمل أصلا في المدخل رقم أربعة اللي هي راح تخفف من عملية الاختناق في المدخل طبعا بالنسبة للطريق أخرت الموازنة لـ 2021 الطريق دخل فيه موازنة وزارة الإسكان والأسبوع الحالي احنا عدنا اجتماع مع الإدارة المسؤولة في وزارة الإسكان لوضع خطة للمضي عملا في تنفيذ الطريق مواطنون وصفوا خطوة الحكومة بتخفيض أسعار شقق باسماية بجيدة وطالبوا بإكمال بقية وحدات وتفصيلات المجمع وعقد اتفاقات مماثلة لإنشاء مجمعات جديدة مثل باسماية السكني في محيط العاصمة بغداد وبقية المحافظات إجراء العشرة بالمئة هو هذا السبب الحقيقي للتأخير التفاصيل يعني ناس هواية تقدم العراق محتاج أكثر من هيك مشروع على السكان العراق 40 مليون ناس لدينا أزمة سكن كلش قوية يعني احنا محتاجين أكثر يعني عدد من هاي المشاريع تستوعب الناس تستوعب الشباب بصورة عامة يعني فرصة هاي للكل بصراحة يعني ذوي الدخل المحدود جهود المجلس الوزاري الأعلى للسكان تلاقي ترحيبا من الأوساط الشعبية التي أنهكتها أزمة السكن ترحيب تقابله مطالبات بتسهيل إجراءات ترويج معاملات القروض وتوزيع مواقع الوحدات السكنية بشكل عادل ومنصف فيما تؤكد هيئة الاستثمار أن أبوابها مفتوحة لسماع مقترحات وشكاوى المواطنين ياسر عامر العراقية الإخبارية